الجسم العضلي لما يجوع يصير يعيش على البروتين اللي موجود في الجسم أو على الجفاف وإذا جف البروتين ساء الجسم الأكثر يجف بسرعة ليش ما بيدهون هلا شباب سلام عليكم موضوع جديد اليوم ذكرنا بي واحد من الشباب وقال كابتن أنه أريدك تحكي عن هذا الموضوع وموضوع صراحة مهم نازم نحكي به كل شي ضروري الموضوع هو أنواع الأسام أشكال الأسام وأنواعها المعروف والمتعارف به أن الأسام ثلاثة أنواع الدهني والعضلي والإستنجي كل واحد إلى خاصيته وإلى طريق تدريب ماته وإلى طريق التعامل ويا على موضوع يقدر يوصل لمستوى يكون هدف يعني كل جزء واحد من أنواع الأسام هاي أكيد إلى هدف على موضوع لعبة كمال الأسام لأنه لعبة كمال الأسام حلم هواية من الشباب بس سبحان الله تجي جيناتها أنه جيناتها هذا الشخص سفنجية جيناتها دهنية جيناتها عضلية فكل واحد إلى طريق التعامل وياه حتى العضلي صعب ما أكون واحد أصعب من الثاني وقل لك السفنجي صعب لا حتى العضلي صعب وهس أقول لكم واجعل لكم بالتساسل ومشون الأسباب وليه أش العضلي صعب مع العلم العضلي ما بيدهون ولو من يضخم ما بيدهون بس إلا حساسيتها بهوائش أشياء الصنف الرابع اللي هو بالجديد طلع اللي طلع على مثل ما نقول عليه اتحاد السوفيتي لأنه هذولا معروفين بالاختبارات مالتهم وشغلات وتطور الجيني وهس الشغلات هاي فطلع عن جسم الرابع يسموه جسم الصخري الجسم الصخري هو جسم الصلب كل الصلب يجي وصعب يتطور وصعب يضخم هذا صراحة أنا ما بحثت بالموضوع هذا هواي الصخري بس عرفت إنه أشياء عن الموضوع هذا بس الأساسية أحنا نقول عليه هن هن هذول نيل الكلاثة سو راح نبلش أحنا خلينا نبلش أول شي بالعضلي الجسم العضلي اللي هو دهونة قليلة اللي هو تحبيس الماء الماء بيكون يعني مو سهل تخزين الدهون مو سهل فيه المتبلزمات كلش عالي حرق الدهون عنده كلش عالي الأيضة العضلي عنده أكو به نيجي عالي وأكو به نيجي صعب مو بطيء بس صعب ليش؟ لأنه يكون الأيضة عنده نار نار الغدة النخامية عنده تشتعل شعل عنده تلاقيه متنرفز 24 ساعة و 24 ساعة سريع بالحركة ماته ويقمز هنا وينط هنا تلاقيه متبلزم كل السريع عنده هذا التثريع عنده فل لسه ما يطلع عنده فهذا صعب أنه يبني العضلات ماته فإلى طريق التعامل وياه وأكو ناس عضلي بمزاج يضبطوا إياه جسمه تلاقيه يراح للعضلات إذا يشرب ما يطلع العضلات تخيله إذا يلتزين حتى نسبة التسسيرون تلاقيها عنديها جدا عالي هي بالأصل عالي يعني أبسط مثال أبسط مثال على المتبلزم وهي الشغلات هاي يعني سبحان الله تلاقي كل ما الناس كانوا شماليين كل ما كانوا بيض أكثر وكل ما كانوا جنوبيين من القارة كانوا سود أكثر ليش؟ لأنه كل ما زادت السمرة كل ما ارتفعت تسسيرون كل ما زادت السمرة تلاقي الشعر أجعد أكثر وقوة التحمل ماته على مودة البيئة تكون أقوى أكثر على كل حال هذا موضوع موضوع أن الجسم العضلي شونا نتعاملوا إياه الجسم العضلي يا شباب مشكلته بأنه تطلع عضلات وينمو وكلش حلو وماكو أي مشكلة بس خلي يسهر ليوم ون 3 ينزل مباشرة هاي أكو أنواع طبعا تلاقي ينزل مباشرة يفقد الكتلة ماته مباشرة ليش؟ لأن احتراق البروتين بالجسم أسرع من احتراق الكاربوهيدرات وأسرع من احتراق الكالوري خسارة البروتين بالجسم جدا سريعة الجسم العضلي لما يجوع يصير يعيش على البروتين اللي موضوع الجسم أو على الجفاف وإذا جف البروتين ساء الجسم أكثر يجف بسرعة ليش؟ ما بيدهون عرفتوا شون المشكلة ماتة؟ فهذا الجسم العضلي الجسم العضلي تعرف شون تتعامل ويا ما تقدر تجهده بالتمرين إذا جهدت بالتمرين رح يتراجع إذا جهدت بالتمرين الاحتراق رح يصير أكثر مما يتحمل الجسم بينما إذا تاخذ سابلة منتو مواد وتغذي نفسك وفيتامينات ومعادن تلاقي كل شي تمام فقلت لكم هي شغلة حسابات إذا تعرف تتعامل ويا الجسم العضلي بالشكل الصحيح بالأرقام يعني تخيلوا أنا قبل المدربين كانوا من يدربوني مثل الله أذكره بالخير منذر سمير مثل يوسف محمود مثل الله يرحمه أتوقع إذا ماتوا إذا بالفلوجة أستاذ إبراهيم فهذول الناس كانوا لما يكتبوا لي البرنامج تخيلوا يا شباب الدقة بالتمرين لأن جسمي عضلي أنا ناشف لما يكتبوا لي البرنامج يكتبوا لي 12 عشرة ثمانية أعداد زوجية تخيلوا الالتزام بالبرنامج بالرقم وإذا يعلموني على تمرين كانوا من يقولون الأعداد الفردية سبعة تسعة 11 تكرار تخيلوا أن الرقم يفرق الرقم الواحد يفرق فتخيلوا أكو ناس يجع عليك يقول لك يعد حتى التعب انهيار العضلي انهيار العضلي ترى مو بالرقام انهيار العضلي بالتكنيك شون توصل للرقم هذا موضوع ثاني ما راحتش بي بس يقول لكم شون تعاملوا يجسم فالجسم العضلي لازم تكون حاسبها بالملي ليش؟ لأنه إذا ضغطت زيادة نزل إذا ضغطت علي ضعف إذا ضغطت علي نهار إذا ضغطت علي صار بي انهيار عضلي صار بي تلف بالإنسجاماتك سلازم تعرف شون تتعاملوا يجاه بالتغذية بالمي بالنوم بالراحة بالنوع التمرين بالضغط علي بالتمرين بالحالة النفسية بالمجهود اليومي بالشارع بالشغل بأي مكان لازم تعرف تتعاملوا يجاه على متبني كتل العضلية بشكل صحيح أنا قاعدة حتشوف المختصر فهذا الجسم العضلي والاحتراق ما تكون جدا سريع لأنه هو عضل اللي ما يخزن مثل ما قلت لكم متبلزم عالي القسم الثاني الجسم الدهني الجسم الدهني هو اللي يكون عنده T3 نازل تسسيرون قليل بجسمه مشاكل للاحتباس الدهون بالجسم احتباس سواء الاحتباس الدهون الأيستروجين يكون عالي مرتفع عنده تمام فهذا التعامل وياه خاص والتعامل وياه شكل يحتاج صعوبة صح اذا ضغطنا عليها يضعف واذا ضغطنا عليها تخسر الدهون تخسر بس المشكلة هنا النفسية تتعب السمين نفسية تتعب التعامل وياه الدهون ما تتصعب سو احن آني بالنسبة الي وبالنسبة للناس هوايا ناس حاولوا يلاقون طريقة على مو يعرفون يتعاملون وياه هذا الشخص من دون ما يضغطون عليها نفسيا لانه هو سمين اصلا ليش لانه يا اما جينات من الله خالق السمين يا اما اهلا ما قدر يضبطوا وضعها من وصل 18 سنة عند البلوغ بايش بايشكل من الاشكال او مسح سحبة وياه من هو صغير سمن وما قدر يضبط نفسه من هو صغير يعني بالعمر ليش لانه انصح ناس بانه لو ما تشوف ابنك سمين لا تخلي يوصل 18 وهو سمين اذا عبر 18 هو سمين سحبة حياته كلها خلاص بعد ما يقدر يضبط نفسه لانه بهاي المرحلة اللي يتغير بها الهرمونات لازم يسوي كنترول على نفسه وانا عرف هواية شباب كانت اجسامهم سمينة سمينة بشكل بشكل والله العظيم انا اتذكر شيء يمكن يتابعني لما اجي علي صار تضحق علي اول ما بلج 18 سنة هاذ شون لحد اربان جابه اخو فمشى وتحمل وحب اللعبة هو سمين سمين ابو ديوس تمام وحس والله الا ما شاء الله بطولات بس شنو الفكرة شلون نعرف نتعامل ويا لانه السمين ما صار سمين من ولا شيء السمين صار سمين لانه اكل وهذا لو من تحرم من الاكل انت قعد تحرم من من اهم شيء ممكن يسوي زين شلون نتعامل ويا السمين السمين هذا لازم اول شيء يسوي كنترول على الاكل من الات وقبل بتنب لازم يسوي كنترول على التمرين لانه ما تقدر لما نتعامل ويا السمين مباشرة حمية وتمرين قاسي هذا اكبر غلط يسوي المدربين حمية وتمرين قاسي مباشرة هذا كره الجم راح يتمرن الأسبوع عشر تيام يقول سلام مالي مجبورة بغض على نفسي. اول شي نتعامل ويا ويا هذا الشخص انك توصل للتمرين بمراحل. خفيف ثقيل اذقل اقوى اقوى. بعد ما يوصل للقوي لما يوصل لمرحلة الثالثة اللي هو خفيف خفيف يعني ناشئ مبتدى متقدم. بعد ما نوصل لمرحلة الثالثة اهنان ابلش لازمة الحمية والدايت. اتأخرت بشغل او تكاونت او عسورت شغلة نفسية تعبت وخطصت وانجوه العين. مره من المراه سهرة على جسم شي مره حطالة حفلة سهرة مدروا شنو يا اصدقائك قاعد بره. ثاني يوم ريكوبر ثلاثة يام يرات لك عمدوا ترجع وزنك. مصيبة. سوالا من باو على الاسسام هم السفنجية. جسم السفنجي شنو هو. اشتركوا في القناة